عملت فيديو قبل كده عن مستقبل الوظائف والوظائف المطلوبة دلوقتي وبعد كده لكن الكلام ده كان قبل الازمة اللي بيمر بيها العالم دلوقتي فاولت اعمل نسخة جديدة بعد الظروف اللي كلنا مرنا بيها وبنمر بيها النهاردة وفعلاً لقيت تغيير كبير جداً حصل في سوق العمل والخبرات المطلوبة صباحك فاولو مساكو احنا انا ويلش وبقولك عندك كم سنة مش مهم تحت العشرين او فوق الاربعين مش مهم دارس ايه او شاهدتك ايه برضو مش مهم كل اللي عايزه منك النهاردة انك تتابع الفيديو للاخر عشان تعرف المستقبل شكله ايه وتحدد انت عايز ايه الفيديو ده مصدره تغيير منتدى الاقتصاد العالمي لسنة 2020 ومواقع تانية زي لانكدن ومونستر وغيرهم وبالكلامة على لانكدن ما تنساش تشوف حلقة ازاي تستخدم لانكدن التقرير وصل لكم نقطة مهمين اول واحد اللي اعتمادة على التكنولوجيا زاد جدا وقت الازمة وهيزيد اكتر في مجالات كتير اتنين الاتمتة بدأت تؤثر بشكل كبير وسلبي على مجالات كتير وايجابي على مجالات تانية من ناحية الطلب عليها ثلاثة وظايف كتير جدا هتختفي او اختفت ووظايف جديدة بدأت تظهر او وظايف كانت طلب عليها قليل في الماضي وبدأ يزيد دلوقتي اتساع فجوة المهارات زاد بشكل كبير اوي بمعنى ان اللي انت كنت بتقول على نفسك فيه محترف مبارح او من سنة انت ما بقتش محترف فيه ولا حاجة خمسة مهارات زي التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات والقدرة عالتعلم الذاتي وحتى الادارة الذاتية وحتى المرونة بقت حاجات الشركات بتدور عليها في الموظف الجديد ستة اربعة وتمانين في المية من اصحاب الشركات شغلوا ناس عشان يساعدوهم في التحول الرقمي مش هطول كتير في المقدمة وهبدأ بالمجالات اللي فيها نمو خلال الخمس سنين الجايد كلاود كمبيتين بيج داتا اناليتيكس انترنت of things and connected devices انكريبشن عن سايبر سيكوريتي الارتفيشل انتليجنس بما فيه الماشين لرنينج والن ال بي او البرمجة اللغوية العصبية وتعلم الآلة والبرمجة اللغوية العصبية هنا مش بتاعت التنمية البشرية دي خاصة بالذكاء الاصطناعي وده اصلا اصلها لكن بتاعت التنمية البشرية لها اسماء حلو فعالك اخدها التكست والامج والفويس بورسيسن مش عارف ازاي بس كواس جدا ان فيها نمو بصراحة لان الحاجات دي بتتهدد او مهددة من الذكاء الاصطناعي الاي كوميرس وهي الديجتال ترايد الروبوتس اللي هي الـ non-humanoid اللي هي روبوتات غير الشبيهة بالبشر زي الصناعية او الدرونز بكل انواعها وفي كل مراحل تطويرها الاغمينتد ريالتي والفيرتشوال ريالتي ديستربيوتد لجل تكنولوجي زي البلوكتشين مثلا ثري دي وفور دي برينتنج ومودلين باور ستوريج وان جنراشن الـ biotechnology الروبوتس بس الـ humanoid اللي هي الروبوتات الشبيهة بالبشر بكل انواعها وفي كل مراحل تطويرها واخيرا الـ quantum computing الفيديو ده ملخص صريح قوي عشان تلحق نفسك وتبدأ من مبارح وتشوف هتروح فين زي ما قلت في الاول مش مهم سنك عشان لو صغير فعندك وقت كبير عشان تتعلم وتبدأ من بدري ولو بتقول عجوز وانت عندك مسلا اربعين سنة فاخوك تلاتة واربعين سنة ولسه بيتعلم لغاية النهاردة فعايز اقولك طول ما انت عايش عندك وقت فمتكسلش وتقول اللي عرفه احسن من اللي معرفوش او الظروف والفلوس والوقت والعيال مفيش اي مبرر كل حاجة موجودة انلاين وببلاش وتقدر تدرسها وقت ما انت عايز بس انت ادور كويس واعمل لنفسك روتين وانا عن نفسي هساعدك واعمل تجميع الكرسات خاصة بالمجالات دي واضفها في وصف الفيديو في اقرب وقت اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة وما تنسوش اعملوا لايك وشير واشوفكم المورة الجاية وغرا نعود اشتركوا في القناة